موهم جدا أن الكل يكون عرف الأوائي أعرفت الـ Avian Ortho Avular Virus Type 1 إنه هو انفكشن لبيردس قوزد با فيروس of Avian Ortho Avular Virus Type 1 سيرو تايب 1 that meets one of the following criteria for virulence يعني النهاردة لو الكريتيريا دي مش موجودة في الفيروس ده ده كده الأوائي ما تعرفوش على إنه انفكشن of high virulence لازم الكريتيريا دي تكون موجودة عشان أقول إنه الفيروس ده of high virulence فضلا عام تصنيفه من إنه هو Avian Ortho Avular Virus Type 1 سيرو تايب 1 ينبغي أو أول نقطة هم حطوها ينبغي إنه الفيروس يكون له ICPI أو Intrasreperal Pathogenic Index in One Day Old HX of 0.7 or greater النقطة التانية من الكريتيريا اللي هم اشترطوها إنه لازم يكون فيه Multiple Basic Amino Acids تكون موجودة في LC Terminus من الـ F2 Protein and Phenylalanine عند Residue 117 اللي هي من الـ N Terminus من الـ F1 Protein لو حصل فلير في الكاركترستيك باترن من الـ Amino Acid Residues اللي إحنا طرحناها دي يبقى حنضطر نلجأ ساعتها لـ Characterization من الـ Isolated Virus by an ICPI test